اهلا بكم مجددا رفض قائد جيش العزة تابع للجيش الحر اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دوريات روسية تركية مشتركة داخل ادلب اعلان بوتين جاء خلال لقائه بنظيره التركي رجل طيب اردغان في موسكو حيث كان ملف ادلب واتفاق سوتيشي ابرز الملفات على طاولة المباحثات بين الجانبين المزيد في سياق هذا التقرير تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول دوريات مشتركة روسية تركية داخل ادلب فتحت الابواب امام عقبات وتعقيدات جديدة بما يخص اتفاق خفض التصعيد بوتين اعلنها صراحة خلال لقاء نظيره التركي رجل طيب اردغان في موسكو ان دوريات مشتركة بين الجانبين ستدخل الى ادلب قريبا مشيرا الى ان حل قضية ادلب ممكن رغم كل التحديات الا ان الطرف الاخر اي الاتراك لم يعلق على المقترح او الاعلان الروسي والذي يبدو انه لم يرق لانقرة التعليق جاء من فصيل عسكري على الارض في ادلب اذ غرد جميل الصالح قائد جيش العزة على تويتر بل وهدد بان اي دورية روسية ستدخل الى ادلب ستكون هدفا مشروعا هي واي طرف يتعاون معها فهل ستتعامل موسكو مع تهديدات الصالح على محمل الجد ام انها ستمضي بخطتها الى النهاية رغم التحفظ التركي غير المعلن وما هو الحل الممكن لصمود اتفاق سوتي حسب المنطق الروسي يبدو ان موسكو تريد ان تثبت اقدامها داخل ادلب في منطقة خفض التصعيد على حساب الوجود التركي والذي لم يطالب مقابل الاعلان الروسي بدوريات مشتركة روسية تركية داخل مناطق النظام المشمولة باتفاق وقف اطلاق النار وفي حال طالبت تركيا بذلك هل ستوافق موسكو لا حلول نهائية خرج بها اللقاء التركي الروسي في موسكو بخصوص ترتيبات اتفاق سوتي حول ادلب والذي كان من المفترض انه في اعلى سلم الاولويات والثابت حتى الان ان الاتفاق ما زال هشا ومتعثرا وكأن ادلب غير خاضعة لأي اتفاق خفض للتصعيد حسب المشهد الميداني الاخير والخروقات المتتالية من قبل النظام والروس حول هذا الموضوع ينضم الينا من انطاقيا العميد احمد بري رئيس واركان الجيش الحر سابقا وفي الاستوديو معنا البحث السياسي التركية سيد اسلام اسكان اما من غازي انتاب ينضم الينا مدير العلاقات في مركز الحوار السوري السيد محمد سالم مساء الخير لكم جميعا ابدأ معك سيد اسلام اسكان روسيا وتركيا ستسيران دوريات مشتركة في ادلب لم يتم تحديد ان كانت داخل ادلب او في المنطقة فقط التي تنتشر بها نقاط المراقبة التركية والتي تقع على حدود ادلب بين مناطق المعارضة ومناطق النظام ولكن جاء ذا خلال ما صرح به بوتين مع نظير التركي رجب طيب اردوغان وكأنه الموضوع رسمي وتم تباحث به بين الاتراك والروس ما هي معلوماتك حول هذا او حول هذه الدوريات؟ هذه الموضوع الدورية تتعلق بآلات التي تم توافق عليها بين روسيا وتركيا ولكن فيما يتعلق بتفاصيل هذه الآليات لم تنعكس اخبار او التقارير فيما يتعلق بهذا الموضوع بشكل اكثر تفصيلا لذلك حتى الان غير واضحة ولكن نحن نعرف ان هناك كانت دوريات بين روسيا وتركيا سيروها مع بعضهم في جوار ادلب يعني ليس في مركز الادلب لذلك تفاصيل هذه الآلية تفاصيل هذه الدوريات غير واضحة ولكن بشكل عام المهم يجب علينا التركيز على اللقاء الذي حصل بين بوتين واردوغان وايضا العلاقات الروسية التركية اول شيء نقطة الاولى بعد الانتخابات المحلية التركية التي خسرت فيها حزب العدالة والتنمية يد اردوغان في لقاء موسكو كان اضعف بكثير مقابل بوتين لان هناك خسارة واضحة جدا صحيح هذه هي النقطة الاولى بالنسبة للنقطة الثانية رغم بعض ربما خلافات او الاختلافات بين الطرفين ولكن تركيا على ما يبدو خلال السنتين او الثلاث سنوات السابقة وحتى الان تقربت الى روسيا بشكل اكبر بكثير لماذا؟ لانا عندما القينا نظرة على العلاقات الاقتصادية هناك زيادة اكثر من 15 مليار دولار فيما يتعلق بالغاز الطبيعي اذا المصالح المتبادلة ما بين الاتراك والروس كدولتين مفصلتين عن سوريا ربما تنعكس على الملف السوري ولكن هل تنعكس ايجابا على ملف ادلب تحديدا لان اليوم الاهالي في ادلب ينتظرون اي ايقاف للقصف في ظل اصلا اتفاق سوتي يعني يجب ان يتوقف القصف اصلا هل يمكن ان نعكس ايجابا نعم او لا اظن ان هذا ينعكس ايجابا بشكل عام ولكن هذا تتعلق بقرار روسي اكثر من القرار التركي طيب العميد احمد بري مرحبا بك في سوريا اليوم بالنسبة للمعارضة ما هو رأيها في كل ما يجري هل ستقبل بادخال دوريات روسية مع الاتراك مشتركة داخل ادلب او هل يسمح الظرف لذلك خصوصا في ظل الرفض الذي ابدأه قائد جيش العزة جميل صالح في تغريدة عبر تويتر حول هذا الموضوع يذكر بانه لم يتواصل معنا احد حول هذا الموضوع حاولنا التواصل معهم ولكن لم يقبل احد منهم الظهور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمة للشهداء والشفاء للجرحة والفرجة عن اسمه التقليل اخي الكريم اوشي مساء الخير الى كل الاخوين المشتعلين معنا بالاسيديو حول هذه النقطة اول شيء من الطبيعي والشيء الاكيد اللازم يصير انه يجب على فصائل الموجودة على ارض رفض هذا الاعلان الاعلان اتى من طرف واحد من روسيا فقط هل روسيا نسقت مع الاتراك لو الاتراك نسق مع الاتراك قبل الاذاك قبل الاعلان والاتراك حكوا الفصائل او اعلموا الفصائل الموضوع قد يكون موضوع يختلف ولكن تصريح فورا بدون اي تنسيق بدون اي سابق اعلان بهذا الموضوع من الشيء الطبيعي انه الرأي جميل الصالح او قد فصائل ارضوا هذا الموضوع نهائيا طبعا لحنا نعد اعتبر كل شيء موجود بالمعارضة السورية نعتبر روسيا عدو ومن شد الاعداء لولا روسيا لم يتمكن نظام من سعادة الاراضي بعض الاراضي ولولا روسيا لم يتم توقيع اتفاقات سوتي التي هي نتاج عن اتفاقات استانا واجتماعات استانا بالنهاية روسيا كانت العرابة هناك خرجتم ذهبتم الى هناك وناديتم بان ايران مرجمون ولم تقولوا بان روسيا مرجمة اليوم يوجد واقع جديد ويوجد تركيا وقعت اتفاقية مع روسيا حول ادلب وهو ما يعرف باتفاق سوتي في اطار استكمال اتفاق سوتي اقترحت تسيير دوريات مشتركة الاتراك لم ينفو هذا الموقف كيف ستتعامل معه المعارضة هل لديها خيارات اصلا برفض هذا او قبوله طبعا طبعا معارضة لا خيارات لانه من يملك الارض يملك الحق بالرد ويملك الحق بالربض او القبول ولكن انت قلت انه نحن بالاستانا ما اعملنا ان روسيا غير ضامن نحن علان عفو انه ما قبلنا فيها نحن علقوا على الطاولة قلنا الروس اكتر مرة انتم اشدوا عدائنا في المنطقة علانا بالطاولات لما كنا نقلنا الروس كنا نقلنا انتم اكثر الناس اعداء للشعب السوري وانتم محتلين وانتم قتلين وانتم مجرمين وفرجين صور نتائج قصف الطيران طبعا بالاساس روسيا ليش بدت تمشي دوريات يعني شو السبب للدوريات شو الغائم الدوريات فعلا روسيا صادقة بكلامها وناوية توقف القصف كان توقف القصف اليوم اكتر 150 قازيفة على التمانعة وصاروق على التمانعة وعلى ريف حماس الشمالي وعلى مناطق ادلب شو الغائم من القصف هذا وليش عم تقصو روسيا بكلمة واحدة فيها تضغط على النظام وتمنعه من طلقة واحدة لمن بدون رئيس النظام عابب يبعثوه بسيارة نقل بسيارة شحن طيارة شحن عابب ياخدوه على روسيا وعابب ياخدوه على اي مكان الدنيا بطائرة شحن وطائرة عسكرية حتى ما فين سكتو روسيا لو جادة لو ان الروس جادة بوقف طلقة النار وبالتزام بخفض التصعيد ما كان في اي قصف ولا في اي تهجير طيب دعني اخذ رأي السيد محمد سالم وكانه الكسندر لفرنتيف سيد محمد يطمئن المعارضة صرح اليوم بانه هذا المبعوث الرئاسي الى سوريا الكسندر لفرنتيف وكانه بوتين يتحدث بانه لا مصلحة لأحد في حرب في ادلب ولكن يمكن ذلك ولكن هذا موضوع غير وارد وكانه يبعث برسائل طمئنة للمعارضة يجلس نبضهم بانه هذه الدوريات لن تكون الا في سياق استكمال اتفاق سوتي ولكن برأيك هل من ضمانات ربما لعدم وجود اي اختراقات اصلا في ادلب مع هذه الدوريات المشتركة خصوصا بانه هذه الخروقات ليست يعني بجديدة ان حصلت هي قديمة ومتجددة دائما في ظل اتفاق سوتي حاليا كما قال العميد احمد بري 150 قضيفة اليوم على التمانيع في ظل اتفاق يحمي على اساس المنطقة نعم نعم في البداية مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وللسادي المشاهدين الحقيقة ان تتبعت التصريح وروته او يعني نقلته عدة وكالات وابرازها وكالة رويترز تتبعته بالعربية والانجليزية هناك جزء مهم من المهم نقله في التصريح وهو ان بوتين قال من الدوريات المشتركة من جانبين على الاقل من جانبين على الاقل اعتقد بان ذلك يعني بان دورية تركية من جانب المعارضة وفي مقابلها دورية روسية من الطرف الاخر من الطرف الاخر من الجبهة عند النظام وفي الحقيقة هذا تم بشكل غير مباشر الدوريات الاخيرة التركية عمليا يعني نقلت عدة تقارير ان هناك طائرات استطلاع روسية كانت ترافقها وكان هناك تنسيق بشكل مؤكد مع الروس بمسير هذه الدوريات لانه اي خطأ يعني يمكن ان يسبب اشكالية كبيرة ونحن لاحظ ان الدوريات التركية كانت يعني تعبر بعض المناطق ويهدأ القصف وبعدما تعبر يعود القصف وهذا دليل ان هناك بالفعل بالفعل تنسيق اذا هو قال على الاقل هذه الدوريات من جانبين هناك نقطة اخرى يعني اذا الدوريات من جانبين على الاقل هو يطمح ان تكون من جانب ايضا يعني مشتركة في جانب واحد ويكون مشتركة مع الاتراك يعني على الاكثر ممكن هذا لكن هنا اريد ان نبه الى امر ان التصريحات السياسية على المستويات العالية وخاصة بالعقلية الروسية لا تأخذ بالاعتبار كثيرا من التفاصيل هذه التفاصيل انه على الجانبين ولا على جانب واحد هذه تترك للجان الفنية على الارض هذه تعتبر يعني ميكرو يعني تفاصيل صغيرة جدا بالنسبة لاجتماع قمة يتحدث فيه الرئيسين عن صفقات مثل اربعمائة والغاز الروسي والتركي والمصالح الاقتصادية هناك كثير من الملفات ليست يعني قضية انه هذه قضية لا تناقش على مستوى سياسي تناقش على مستوى مستوى امني لذلك انا لا اعتقد انه التعويل على هذا التصريح ويعني يعني اخذه بعين الاعتبار بهذه الدرجة ان الدوريات مشتركة ومع الاتراك رغم ان هذا الامر يمكن ان يتطور ويذهب في هذا الاتجاه كلما وصل الطرفان الى نوع من منطقة خالية من السلاح وخالية من الفصيلين العروس كانوا يحرصون واضح من ناحية اليوم يجب علينا نتذكر دائما ايضا سيد محمد بانه يوجد نقطة الفصل المقاتلين الريديكاليين او الارهابيين عن المقاتلين المعتدلين وهو من نقاط اتفاق سوتي وهو مسؤولية تركيا في النهاية في هذا السياق سيد اسلام ذكر لافرنتيف ان لا يعني ان احتمال الحرب على ادلب غير وارد حاليا لا يعني انهاء او تعليق ملف الارهابيين في ادلب وانما سيتم ذلك عبر الطرق السلمية ما الذي يعنيه لافرنتيف وكأنه هناك مباحثات دارت بين الرئيسين التركي والروسي حول قضية الارهابيين في ادلب هنا يقصدون هيئة تحرير الشام بالطرق السلمية كيف سيتم انهاء الموضوع بالطرق السلمية برأيك يعني بشكل نعم على ما يبدو ان حل هذه المشكلة حل هذه القضية على ما يبدو صعب بكثير يعني من خلال المفاوضات السلمية يعني كان هناك محاولات تركية حول هذا الموضوع اكثر من مرة مبادرات تركية ايضا من اجل حل هذه المشكلة ولكن المشكلة جبهة النصرى او هيئة تحرير الشام لم تقبل هذه المبادرات يعني نعم صحيح ان هناك كانت هناك بعض التقتيكات والاستراتيجيات بشكل اكثر تعقيدا بالنسبة لجبهة النصرى ولكن في نهاية المطاف صار هناك خلاف واضح وايضا تركيا استخدمت بعض الفصائل التابعة لها يعني من خلالها عبر هذه الفصائل حاولت تركيا حاول الجيش التركي القضاء على هيئة التحرير الشام اكثر من مرة ولكن فشلت وحققت هيئة هيئة الشام هيئة التحرير الشام يعني انجازات ونجاحات كبيرة وقضت على الفصائل المعارضة وسقطت هذه الفصائل امام هيئة التحرير الشام لذلك يعني حل المقصود بالمبادرات السلمية مثلا مغادرة هيئة التحرير الشام او مقاتلي هيئة التحرير الشام مثلا الى افغانستان او اعادة او عودة هؤلاء الى بلدانهم مثلا الذين جاءوا منه مثلا ولكن على ما اعتقد ان هيئة التحرير الشام لا يمكن القبول بهذه الشروط طيب عميد احمد ما رأيك بهذا الموضوع ما رأيك في اتفاق سوتي الى اين وصل تنفيذه برأيك خصوصا مع وجود عدة نقاط عالقة اهمها بالمقام الاول هو ايقاف القصف على المدنيين نعم عميد احمد نعم عميد احمد السؤال لك نعم كنت اسهلك عن قضية استكمال اتفاق سوتي بين الروس والاتراك اتفاق ادلب كيف ترى سير الاتفاق خصوصا مع وجود عدة نقاط لم تنفذ بعد اهمها وبالمقام الاول ايقاف القصف على المدنيين لم يتم ايقافه وذكر محمد ساني بانه خلال مرور الدورية يتم ايقاف القصف ولكن بعد ذهاب الدورية التركية يستانف القصف من جديد هو قصف بالنهاية يعني هو واضح لكن ليس بحاجة مرور الدورية من عدمها طبعا القصف ليس مرتبة مرور الدوريات او عدم مرور الدوريات القصف متصف بتواصل يوم ليلا ونهارا تقريبا وخاصة على مناطق ادلب على معارة النعمان وصراقب والهبيض ولكن اللي بدي اقوله انه ما فقدت انتفاق سوتي وانتفاقيات بقية اذا لم تنفذ بالاساس الروس لم يلتزون بأي اتفاق حد الآن طبعا نحن لا نقول نظام لانه النظام لا حبل ولا قوة وبالتالي اذا بدنا ننتقل على اتفاق جديد لازم نثبت الاتفاق القديم يعني اذا لم يقتم وقف طلاق النار بشكل نهاي والانتقال الى مواضيع الى اسفات حسن النية وطمئنة الناس على الارض لن يكون لديك اتفاقيات جديدة او استمرار بهذه اتفاقيات مثل ما حكيت انتوا من حق السوار على الارض يرفضوا اي اتفاق لم يشارقوا به او لم يأخذ رأيهم به او لم يقم على دراية به طبعا لانهن ما شاوروا وحد الروس وبالتالي اعدوا فورا هلأ نحن في سؤال مر يعني او كلمة مرد هل سيكون هناك دوريات للاخوة الاتراك بالطرف السوري من طرف النظام عفوا هل يكون اذا الدوريات مشتركة من الطرفين هناك هناك فكرة اخرى طيب ما هم مهمة الروس اذا بدون يمروا من طرف الريف حماش شمالي من طرف المعارضة شو مهمة هالدوريات طالما في طائرات للإستطلاع وفي طائرات عمد اتراقب وفي مراقبة ارضية لشو تمر الدوريات المفروض فغرا وقف اطلاق النار والالتزام بكثة بنود وطلاق النار بعد الانتقال الى مواضيع اخرى طيب ساختم مع السيد محمد بدقيقة واحدة لو سمحت هل يوجد لدى المعارضة خيارات للرفض او القبول وما هي السيناريوهات المقبلة يعني كيف ستصرف المعارضة اليوم وهي امام امتحان فعلا في ان في ان تتبع الاتفاقات المبرمة بين الدول وهي منفصلة عنها او ان تتصرف في حريتها وترى ما هو الافضل للشعب السوري ولسوريا ككل بحسب رأيها طبعا يعني هامش المعارضة هامش المعارضة حقيقة ضيق ولكن الان هناك المصالح شبه يعني متقاطعة بنسبة اكثر من 90% حاليا للمعارضة وتركيا صحيح ان اتفاق سوتي لم ينجح تماما في انهاء القصف وتهدئة لكن يكفي ان مصير ادلب حتى الان ليس هو مصير درعة ليس هو مصير رئف حمص الشمالي لم يتقدم جيش النظام بريا اعتقد ان هذا الوضع سوف يستمر وسوف تسعى تركيا مع المعارضة الى انهاء ملف هيئة تحرير الشام بطريقة او اخرى وهيئة تحرير الشام تتقدم بغض النظر عن نظرتنا لها لكنها تتقدم باتجاه يعني يبتعد تماما عن انصار الدين وغيرها من الجماعات التي انفصلت عنها لانها تعرف ان هناك نهج معين يتم الضغط من خلاله من قبل الاتراك وغيرهم باتجاه اشكرك مدير العلاقات في مركز الحوار السوري سيد محمد سالم كما اشكر العميد احمد بري رئيس اركان الجيش الحر سابقا كان معنا من انطاقيا ولا انسان اشكر البحث السياسي التركي سيد اسلام موسكان كان معنا في الستوديو مشاهدين اشكركم على حسن المتابع تابعونا على سيريا دوت تي ذي لكم نيوان فريق لما لطيب تحية الى اللقاء اشتركوا في القناة